بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل بيان بعض الفوائد من الآيات السابقة ويأخذ من هذه الآيات بيان شدة ما جرى يوم أحد من القتال والقتل ومقام من صبر ومقام من صبر على ذلك اليوم وثبت فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة العظيمة قد تجلى صبرهم وثباتهم حتى قتل منهم العدد الكثير والباقون ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن منحهم الله جل وعلا النصر والعاقبة الحميدة يأخذ من هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت والقتل وغيره وفي هذا رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه عن درجة البشرية ويستغيثون به بعد موته ويطلبون منه الحوائج بعد موته ويطلبون منه المغفرة ويعتذرون إليه في قصائدهم وفي مدائحهم حتى يبلغ بهم ذلك الغلو إلى الشرك بالله عز وجل حيث ينزلون الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الله الذي يدعى ويستغاث به وتعلق عليه الآمال في تفريج الكربات وقضاء الحاجات فإن الله أخبر أنه صلى الله عليه وسلم رسول رسول بشري يجري عليه ما يجري على الرسل من قبله الذين ماتوا فهو يجري عليه ما جرى عليهم فليس بغريب إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من قبله قد ماتوا وفيه رد على الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعوا أنه لم يمت وأنه حي كما يقوله أولاة الصوفية ويوخذ من هذه الآيات أن الدين لا يموت بموت الرسول أو موت العلماء وإنما دين الله باق ومحفوظ إلى آخر الزمان كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهذا يوخذ من قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على عقابكم وهذا هو ما استشهد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن وفاته لا تقتضي أن يرتد من آمن ومن دخل في الإسلام ولهذا قال رضي الله عنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات هذا الموقف العظيم فالدين ولله الحمد محفوظ وباقي ولا ينتهي بموت الرسول أو بموت العلماء فإن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويقوم به إلى أن يأتي أمره سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات وجوب الثبات على الدين عند المصائب وإن عظمت فإن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب ومع هذا فإن الله يثبت المؤمنين ويحثهم على الثبات وعدم الارتداد عن هذا الدين قال أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يوخذ من هذه الآيات أن المرتد عن الدين والكافر الأصلي والكافر الأصلي لا يضران الله شيئا وإنما يضران أنفسهما ولهذا قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم وكما في قوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين ويوخذ من هذه الآيات أن من كان يريد بعمله الدنيا قد يعطيه الله ما يريد وقد يحرمه كما في الآية الأخرى عجلنا له فيها ما نشاء وعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فعلق ذلك بالمشيئة ولكن هذا الذي يعطى ما يريده في الدنيا يحرم من الآخرة كما قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته